تتنافس المرشحتان المصريتان أماني أبو زيد ومونة الجرف على منصبي مفوض البنية التحتية والطاقة ومفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي ضمن ثماني مفوضين سيتم انتخابهم بعد غد الثلاثاء كاميرا أون لايف التقت أماني أبو زيد التي تعمل حاليا في منصب قيادين ببنك التنمية الأفريقي للتعرف على أهمية هذا المنصب فأنا حاليا المدير الموارد الطبيعية بالبنك الأفريقي للتنمية وكنت أيضا كبير خبراء للبنية التحتية والاندماج الأقليمي وتنمية القطاع الخاصة بالبنك الأفريقي بالإضافة إلى مناصب عديدة جدا في أفريقيا والمؤسسات الدولية العالمية خلفيةي لأنا أصلا مهندسة مهندسة صلاة من جامعة القاهرة وحصلت على دكتورها من جامعة مانشستر في الاقتصاد ولدي قادم درجات علمية في الأداب والفنون من السوربون في الفرنسا بالإضافة إلى الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سنجور في الإسفندرية وأنا كنت أول دفعة من الجامعة الأفريقية الفرنكوفونية الإسفندرية دورنا الحقيقة أو دوري تحديدا من خلال عمل بالبنك الأفريقي للتنمية سنوات عديدة وغويلة في إفريقيا هو دعم التحول في القارة من خلال البنية التحتية أساسا كونها دعامة أساسية للتنمية والتنمية للفضاع الخاص وأيضا دعامة أساسية للاندماج الأقليمي في القارة الإفريقية البنية التحتية أسطع أيضا هي عامل أساسي في رفع مستوى المعيشة لكافة الشعوب الأفريقية ولذلك لا ينتهى سواء في دراساتي أو في عملي أهمية خاصة وأشرف أني أنا كنت المؤسسة الأساسية والنموء الأساسي لأكبر مشروع طاقة شمسية في العالم ترجمة نانسي قنقر